السلام عليكم إذا كاترة يارب تكونوا بخير ياربوا بأفضل حين معاكم زملائكم إن شاء الله النهاردة المحاضرة الرابعة community تكملت التلت محاضرات اللي فاتوا في عنوان الcommunication تمام؟ هو طويل شوي فالمحاضرة أصلا صغيرة وسهلة ولزيزة جدا وإن شاء الله أنتزبطها مع بعض يعني فهو المحاضرة بتدور حوالين تلت عنوين رئيسيين العنوين دي متقسمة على تلت أشخاص أنا وزملتي وزملتي يعني إيه برضو ما فيمتش إحنا التلاتة متصفين بتلت صفات منفصلة عن بعض اللي هو في طريقة الcommunication بتاعتنا أنا في طريقة واحدة مننا طريقة الcommunication بتاعتها passive واحدة مننا طريقة الcommunication بتاعتها لا ده إيه؟ ده إيه؟ assertive واحدة التالتة طريقة ما عملتها إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ assertive يعني إيه؟ aggressive ده اللي نقوله دلوقتي خلينا نقول على كل واحدة مثال علشان خاطر نفهم طيب passive ده هو من اسمه كده آآ متخازل أو متنازل عن كل حاجة يعني إيه؟ متنازل عن متطالباته عن وقته آآ وعن نفسيته آآ دايما بيقول ماشي دايما ما بيعملش حساب وقته دايما ما بيعملش حساب الحاجة آآ حساب نفسه يعني ما بيعملش نفسه آآ بيعملش نفسه نظام يعني كده لأ دايما مهضر وقته في متعدد الآخرين طيب الأجريسيف بقى خلونا نشوف الأجريسيف الأول إحنا قلنا الباسف اللي هو دايما إيه؟ دايما بيقول يس على كل حاجة ما بيعملش حساب للمتطالباته ما بيديش رأي آآ داييركت آآ الأجريسيف هلط أنا دايما بلومك دايما كده فاهمين؟ طيب الأسيرتف ده حل وسط بين الاتنين وهو أهم واحد معنا الأسيرتف ده لأ ده أحسن صفة أحسن الصفات تلاقها في الشخص ده شخص سيريس وشخص في نفس الوقت قونس شخص أمين وواثق من نفسه كوم في ده كوم في ده نطقه آآ وفي نفس الوقت عامل حساب لنفسه ومتطالباته وفي نفس الوقت عامل حساب برضو متطالبات غيره وبيقدم options تانية لو ما فيش فرصة إن هو يقدمه المساعدة دلوقتي اللي هو إيه؟ أنا هعمل حساب نفسي وهعمل حسابك برضو يعني لها علي صوتي عليك ولا هاجي على نفسي تمام؟ تمام فهو هو الباسف الباسف ده الباسف ده دايما آآ دايما شخص كده إيه؟ آآ بيجي آخر النهار يلاقي وقته ضاعفة بيحسب إحباطه مش عارفة إيه آآ بسي هو بيعمل أهم حاجة إن هو بيساعد وبيعملش حساب لوقته ولا مضطالباته دايما بيقول يس طيب آآ لأ الشخص اللي هو اللي هو ده هو الاجريسيف ده هو دايما بيعلي صوته شوية وهينطف وشه دلوقتي آآ أو هو تقريبا نطف أصلا طيب الآآ الأسرتف لأ هم لحد هنا وستوب لحد وقت وستوب أنا آآ دلوقتي مش فاضي والله بجد آآ أنا شوية وهشرح لك النقطة دي مثلا بكرة الصبح آآ لإني دلوقتي مطلوب مني تسك معين آآ فأنا بقدم لها option تاني فهو أنا بعمل حساب لنفسي وفي نفس الوقت باحترم آآ راوة ومتطالبات آآ غيري طيب تاني طلع بقى نشوف احنا قلنا أهم واحد آآ عايز أقول لكو برضو هنا في الكوميلة المكتوبة دي الباسف اللي هو ديما متنازل عن رأيه متنازل عن وقته يو استيب اون مي انت بتيجي علي يعني انت بتيجي على وقتي تمام طيب الأجريسيف أنا المتسلطة أصلا أنا اللي بيجي عليك انت ميني انت أصلا تمام فهو كده هو كده خدوه من الصوت اللي يغلبوه طيب الاسيرتف السيرتف ده اللي هو شخص السيريس آآ عامل حساب لنفسه عامل حساب اللي قدامه بوس أر بروتكتر لا انت جاي علي ولا انا جاي عليك حلو جدا آآ بما ان ان احنا قلنا الاسيرتف الشخص الاسيرتف ده أهم حاجة فبيقول لك بتاع الاسيرتفنس بقى ايه ايه هو الاسيرتفنس قال لك والله اي صفة حلوة اي صفة حلوة باخدها باخدها آآ كمعتقد لشخص معين طيب اللي هو ايه الصفة حلوة مثلا انا اخدت معتقد لشخص معين انه هو آآ شخص مناسب يعني كل صفة حلوة باخدها في اللي هو ازاي يعني ما فيمتش شخص اهو بيقول لك انه هو ايه آآ بيكسبريس آآ عنده القدرة انه هو آآ عنده القدرة انه هو بيعبر عن مشاعره او انه هو عن حقوقه آآ وبيحترمها جدا وفي نفس الوقت ريزبيكتنغ زف فيلنجز آآ ان درايس اللي اه اه مشاعر و وحقوق التانيين تمام فهو فهو بمجرد انه جابع بين الحاجتين ده فده بيبقى قونس تحريس او امين على مصلحة غيره وكون في دنت واصك اه من قراره لمهتز انه هو خايف يقول لا لا يزعل لا انه هو عنيف اه فالله هو عنيف اللي هو ايه يهب في وشك كده وديركت في نفس الوقت ما احنا قلنا ديركت او اه اه لا بيبقى بش متردد وما بيبقىش عنيف وبيقول الحل مناسب في الاخر كده بيديلك اوشان ده مناسبك ولا مش مناسبة تمام فهو ايه بيحترم نفسه بيحترم اه قراراته يا ربي بيحترم اه حقوقه ومشاعره في نفس الوقت برضو الاخارين ده الاسرتف ايه اه الشخص الاسرتف فالاسرتف كوميونيكيشن قال لك انه عبارة عن ايه استيل من الاسرتف كوميونيكيشن في ان الشخص بييجي على ايه بيقف بيقف يعني ايه بيدعم بيدعم احتياجاته الان نيدز بتاعته والمراضاء 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 بتاعه وفي حين وفي حين كده والسو طاكن اه بيبقى ايه بيبقى حريص برضو على ال الكوميونيكيشن الاسرتف كوميونيكيشن ومتطالبات غيره برضو انها تنحل بس ما تجيش على وقتي اعمل اوبشن جديد اه او اوبشن تاني يناسبك ويناسبني ده الاسرتف كوميونيكيشن cushion يعني تمام طيب ده كان بداية المحادرة فهما احنا قلنا نتكلم عن 3 اشخاص اهم واحد فيهم الاسيرتف اللي هو مفروض يكون كلنا كده انا حريص على مسادة غير كل حاجة تمام بس ايه ما اجيش على وقتي وما اجيش نفسي اللي هو ما اجيش في الاخر لحس ان انا محبطة واغريسيف في الاخر احس ان انا كنت تعنيفة قوي معاهم طيب هيبتدي بقى يتكلم كم كلمة كده على كل شخصية من الشخصيات ديات قال لك ان الباسيف ان الباسيف كومينيكيشن ده ان هو الشخص اللي هو دايما بيتنزل ودايما بيقول او مش عارف ايه قال لك والله I don't have rights حقوقي مش مهم انا مش مهم محقوقي اصلا شعاره في الحياة ان my needs احتياجاتي مش important خالص فهو بيقول لك انا مش مهم I don't have rights طيب تاني حاجة بيقول لك ان انا تاني صفة في الشخص ده ان هو ما بيحترمش ذاته يعني ما بيديهاش زي ما بيدي غيرها او 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 ان هو ما بيلاقيش وقت انه يدي نفسه زي ما بيدي غيره طيب اللهم صلى الله عليه وسلم محمد قلنا دايما ان هو بيقلل يعني بيقلل من نفسه لو بيقلل من تقديره نفسه كده اللي بعدها بيقول لك ان هو بي دايما بينكر او ما بيبقاش عنده الكدرة ان هو بيكسبريس عن سيلف فيلنجز مشاعره وده كله لا متجاهلها خالص مش مهم عنده تمام تمام اه عنده مشكلة في محبه ما بيقدرش يقول لأ دايما بيقول ماشي اه دايما بيقول ماشي على اي حاجة اه طيب دايما بيقول لك اي حتى لو مش مناسبة او حتى انها تيجي عليه فهو بيقول لك عادي ممكن يعملها عادي برضو مش مشكلة دايما بيحب بيعمل اي صراع او اي مشكلة التانيين اللي بيتحكمه في وقت الاتنين اللي بيتحكمه في يعني الاخرين يعني كلما احد ما يطلب منه حاجة ماشي 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 فدايما هو مش متحكم في نفسه اه اللي حواليه اللي حواليه هما اللي مسيطرين عليه فهو بيقول لك ايه الخلاصة بقى نزيلة كل ده اي لس يوين هو بيفقد هو هو نفسه بيخسر والتانين هما اللي بيكسبه فالخلاصة في الشخص الباسف ده ان هو بيخسر والتانين بيكسبه بيبقى بيبقى معتقد كده ان هو ما عندهوش رايتس ما عندهوش حقوق ان هو ما بيحترمش زاده اه ده دي بيبقى طبيعة فيه اصلا اه طيب بيبقى بيقلل من تقديره لنفسه دايما بيبقى المشاعر بتاعته ما بيقدرش يعبر عنها رايته ما بيقدرش يعبر عنه بيبقى عنده مشكلة في سينج نو ما بيقدرش يقول لقى الحد والله ان هو بيعمل الاس اه بيعني بيستجيب الاخرين حتى لو البدادي مش مليحق او حتى ان الطالب ده هيضر او هيجعل وقته ما عندهوش مشكلة اه دوق اني سينج عشان يتجنب اي كونفلكت ما بيحبش اي اسراء بيحب الهدوء كده اه بيتحق دايما اه الناس اللي حواليه هي اللي متحكمة فيه نتيجة المتطلبات الكتيرة دي اه والنتيجه هو بيخسر وال اللي حواليه بيكسب دا كان مين دا كان الباسيف طيب اللي هو مين اللي هو السلبي طيب الاكريسيف دا متسلط الاكريسيف ده متسلط اللي هو انا اه انا انا الكل في الكل انت مين كده فاهمين اا لحنا قلنا ايه احنا قلنا انا نستطيطيطيطيطيط bite مثال عليه نصيد اقول لكم مثال عليه مثال عليه ان مطلوب من الدكتورة انا دكتورة هو مطلوب مني احط امتحان لطلبة فانا جبته له صعب وانا عارف ان انا جبته صعب والعيال الطلبة احلوا الامتحان واجابوا رجاز ويحشى فجولي قالوا لي الامتحان صعب قلتولهم لا الامتحان مش صعب دانتوا اللي مذاكرتوش دايما بألمهم دايما بأحط الحق على غيري وبصوت عالي بكل عنف كده زي ما جيت المحضرة المتأخر وهشرح للطلبة مثلا فانا بدل ما اجي وقلوهم ما عليش معزرة اه حققوا علي مش عارفة الطريقة فيه مش عارفة مش عارفة لا دانا هاجي وزعق واشرح بكل غضب كمان وهيب فيهم كده زي ما بيقول فهو بتسلط فهو بيقول لك ايه اه التسلط ده تسلط بالرأي ده حاجة وحشة اصلا اه فياريت ما تكونش موجودة عندنا فهي اه من صفاته بقى اه فبيقول لك ايه اه يو دونت هافره انت ما عندكش حقوق انت مين انت اصلا دس انت رسبكت اذرت ما بحترم ما بحترمكش اللي عندك هاتو بقى اللي عندك هحمله اه بليم اذرت دايما بالوم اللي حواليه ده انت انت اللي انت السبب انت مذكرتش اه انتو ما نبهتونيش ان معادل المتحانجة عشان احطو لكم متحان مثلا اه دايما بيقولك اه 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 الباسف يا ربي الاجريسيف اللي هو التسلط ده هو انا الفيدباك اللي هاخده عنه دايما نيجاتف اصلا يعني انا هاخد عنه نيجاتف فيدباك انت انت جايبت زعق في وشي ودايما عايز تعمل سراع انا هاخده عنك ايه هام ياخد عنك نيجاتف فيدباك طبعا اه هه دايما المتحكم وهو متسلط هو الى بيكونترول الاظرز على عكس الباسف كان الاظرز كنترولز تمام اه النتيجة بتاع التسلط ده انا طبعا الى هاكسب يعني انا بصوتي ده بصوتي ده ومحدش هيقدر علي بصوتي ده مفقر نفسي ان انا ها كده خلاص هاكسب اه انت كده كسبت بس لا هو كده غلط اه هو كده يعني انا اكسب يولو اس انت خسرت ده ابسط مثال ان انت تتذكر كل الامثلة دي في الاغريسيف كوميونيكيشن بيقول لك الاغريسيف كوميونيكيشن ستعملها بهايلايتر اسفر بيقول لك ان نحن اللي اتنين عندنا حقوق يعني لاجي عليك ولا تجي علي تمام انا في مسئولية مسئولة عن حاجة فبعملها بشكل جدي اه يعني بصفة حلوة فافتكرا ان هي خاصية حلوة اه دايما احنا قلنا ان نفتكر بصفة حلوة في الاغريسيف الحلوة طيب قال لك والله ان انا يعني انا هعبر عن مشاعري اه انا بحبر عن مشاعري وان الفيلنجز كمان اللي هاخدها عنه هتكون قويسة بوسطف كمان يعني هناك في التسلط كان نيجاتف اه لا هنا هتكون بوسطف وقال لك ان هنا بقدر اكسبريس عن الفيلنجز بتاعتي بكل بساطة اه ويعني انا مش هقدر مثلا اه ممكن نعملها مثلا بعد كده انا مش هده عشان كذا يعني بصو شخص واضح كلير بمعنى الكلمة تمام تمام اه ريسبيكت السلف بحترم نفسي وبحترم الاخرين حلو النهاية بتاعت الاسيرتف كوميونيكيشن بتكون انا بكسب وانت بتكسب يعني انا مجيش عن نفسي فبعززها ومبجيش عليك وبحترمك وبحترم مرادك وبحترم مشاعر وبرده هشرح لك الحتة دي او هعمل لك المطلوب من المطلوب ده بكرة مثلا او مثلا ايه رأيك مثلا بالليل بكرة كده تمام فده كان التلاتة تلاتة تلاتة بشكل ايه بشكل مفصل اللي هو الاسيرتف احسن واحد والاجريسيف عكس الباسف خالص الباسف اه دايما متنازل اه النهاية بتاعته ان هو بيكون هو اللي بيخسر والتاني اللي بيكسب على العكس والاجريسيف طيب اه اللهم صلى الله سيدنا محمد بيقولك بقى باختصار ان الكميونيكيشن اللي هو اللي بيتميز بالاسيرتف بقى اللي هو الشخص الاسيرتف بيقولك والله انه هو بيبقى كلير شخص واضح وبيعبر عن اه رأيه بيقبر عن احتياجاته بيعزز من نفسه في حين انه هو اصلا بيحترم اه اه اراء وبيحترم محتياجات وبيحترم مشاعر الاخرين وبيكترح لهم كمان ايه بيكترح لهم كمان اه حلول عشان يعني بيبقى امين انه أنه حريص انه هو يشرح لهم من الحصا دي او حريص انه هو يقطع لهم المطلوب منه ده طيب يبقى لك ان الاسيرتف هو النوع من الكميونيكيشن ده لهو بيبقة حل وسط بين الاسيرتف لا هو اياي ارولا هو مفسد حلوى قوي قوي آآ وديق صلى اللهachusetts انا نفس اللي احنا قلناه يعني adore الشخص traكم انا بقى انا بقى بقى اي كير باوت ميسيلف اي كبر abouo Tancha v Seive و اي كير باوت u تمام يعني انا حريص على نفسه وحريص عليه لكن الاجريسيف ده اهي دي الاجريسيف اهي انا انا اهم حاجة انا وانت ما تهمنيش انت مين اصلا تمام فانا دايما انا اللي بكسب الباسف بقى الباسف لا دايما بقلل من نفسي وما بدهاش اي اعتبار اي كيرا باوت يو انا مهتم بيك بس ودايما بقولك مشا على اي حاجة اه الباسف هو باسف واجريسيف في نفس الوقت دي اي ما تقلتش وما تقلتش انا في الحيطة دي بس يعني هي باسف انا انا مش مهتمة بي اجريسيف مش مهتمة بيك باردو يعني او انا مش مهتمة بي ومش ههتم بيك باردو فاهمين اه اللي هو انا ولا انت شخص ما عرفش اي اهميته في الحقيقة اصلا طيب ده كان باختصار طيب في بقى جدول اه ومفرق لبني التالتة بس هنقول كل واحد لوحده لان لو قلنا بشكل عبشي بشي بقى لطيف فعلك والله ان الباسف ده هو الشخص الباسف اه دايما بيعتزر تمام دايما بيقدم بيقول لانا ااسف ان انا ما قدرتش اعمل كزا ما بيقدرش يقول لا على حاجة دايما صوته بيبقى صوفت يعني الفويس بتاعه نتيجة ان هو اصلا شخص هالي ومبقاش عايز يعمل اي كونفلكت اي سراع بيبقى نغمت صوته صوفت كده اه دايما باسس تحت يعني خجوقه وبصه شخص خجول منكمش في نفسه صوته واطي وبيقلل من ذاته دايما مش محترم مش محترم ذاته واهم حاجة عنده غيره البشر بتاعه مش مزبوط لانه مش مش في طبيعته اه دايما بيقول ماشي بيهز راسه اه ميك بادي جسمه بيبقى بصه ببقى دايما بيبقى جسمه صغير كده وايه منكمش افتكروا بكده الدكتورة ما فصلتش الحتة دي خالص في المحاضرة بس يعني افتكروا ان الباسف ده هو شخص خجول كده يعني بيخدلي جسمه صغير يعني منكمش في نفسه تمام اه كيرفول حريص ان هو افويد اي كونفلكت بي اه حريص ان ما يبقاش في اي كونفلكت يعني مش عايز اي مشكلة ده انا هحلها ماشي ما يهمكش ما فيش حاجة والله كده اه 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 بيقولك اه اه بيقولك اه تحته يعني هو ما ما بيقدرش ذاته وما بيهتمش باوبينيون ما بيديش اصلا هو اه وبصو ياس ياس دايما ياس كده شخص اه اللي هو ايه كريم اه شخص كريم طيب اندرلينج بيليف بقى الشعر بيطعب في الحياة يعني احتياجاتي مش مهم اهم من اهلا همية منك يعني انت اهم مني اه 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 انت اهم مني كده تمام ده مين ده الباسف طيب تعني اخد الاجريسف اللي هي عكسها اه اجريسف قالك والله لا ده مش بيتأسف والاجريسف اللي هو اللي هو بيزعق و اه بكل همية ده هيعتذر لك ده انت غالبين لا مش بيعتذر ده دايما بيستخدم ايو في الجملة يعني ايه انت انت اللي غلط انت السبب انت ما فكرتنيش انت مش عارف ايه انت جيت متاخر حتى في الاسئلة اه انت جيت متاخر حتى متى انت عملت كده ان ت выходiskaine ممنى wie دايما بيلومك يعني اليو دى ديما بيلومك لاه الصوت دايمان عالي دايمان بيبرق البشر دبا مش برضو البشر البشر هنه مش مزبوط والبشر هنه مش مزبوط لأن اللي ادي ولا تابعتنا ولا دي طبعتنا اه الشخص الليบيتانى يزعق ويعالصوت ويبرق ده طبيعي لا فالبشر مش مزبوط طيب والهيد برضو يعنى بيتانيه زعق ويعمل فراس وكده فاكيد برضو Hunting طيب البادي بتاعه يلي هو ايه فارد جناحاته زي ما بيقولوا بيخليه كبير لمنكمش ولا حاجة بقى اللي هو ايه مين قدي اصلا تمام بيقول كده اه الكمفليكت هو اصلا اساس يعني رئيس العصابة هو رأس المشكلة هو اللي بيه هو اللي بيخترع الصراوة يعني مش حريص انه يتحل ولا حريص انه ما يتعملش لأ طي هو اللي بيعمله بصوته العلي والهمجيوته دي طيب بيقولك انه هو ما بيديش فرص فرصة اصلا انه ما بيديش فرصة لحد انه يدي رأيه يعني هو دايما رأيه هو اللي بيعمش هو متسلط هو اصلا متسلط ما بيديش حد فرصة انه يدي عن رأيه رأيه هو يدي رأيه المتسلط ده هو اللي بيعمش هدفه في الحياة مينيد هي اللي يعني مينيد هي اللي مور مبورتن معنا كده ان انت انت متهمنيش you were need are less important than mine تمام تمام الاسيرتف بقى اللي هو قلطف حاجة او اجمل حاجة فبيقولك ان الاسيرتف ده دايما بيستخدم ايه يعني ايه هناك في الاجريسف كان بيداني يقولك ايه يو انت ستبب ايه واحدة مسلا بتكلم قصة في التليفون انت 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 اتأخرت ليه انت مش عارفة ايه فلا الاسيرتف ده هنا بقى حتتكلم بصيغة الايه حتقول ايه انت 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 لقتيني انا انا قلقت عليك تمام طميني كده انا كنت متوقع منكم ان انت تجيه on time على المعادل اللي احنا محددينه كده تھا ده مين ده الاسيرتف بيكلم بفيرمو فويس لا هو فويس لاواد اللي هو فويس لاواد فويس لا صوت عالي ولا هو شخص دايركت جده وشخص وصك من نفس دايركت لي بيتكلم بشكل دايركت يعني اللي هو من غير ما بيبرق يعني شبه اخونا اللي هو ده ده و بص الوحيد هو ده اي صفة حلوة اي صفة حلوة اي صفة حلوة حطوها في اه قلنا حركته بكل رساوة وبكل كده تمام اما بيجي يتكلم مع الناس مش بيبرق لهم ولا بيفرق جناحاته ولا بيبقى منكمش لأ ده بيبقى اوبن كده عشخص اوبن يعني عنده استعداد من يتكلم عنده استعداد من يحل ويلكميك بيكمان بيرحب 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 بالاخرين ووركستوريسولف يعني هو دايما بيحل المشاكل اللي بيصنعها ولا بيتجنبها لأ ده هو بيساعد في حلها يعني شخص متفتح تمام اه بيبقى في قمة ساعدته ان هو بيبقى يعني ايه بيعبر عن رأيه هو اصلا الاسيرتف ده اه بيعبر عن رأيه اه بطلسو برضو بيبقى بيبقى حابب انه يسمع يعني بيعبر وبيسمع عن ايه عن رأي الاخرين دي صفة جميلة جدا والله بتمنها النفسي وبتمنها لكم كمان اندلانج بليف اللي هو اه اه شعار في الحياة انا وانت مهمين مي نيد ار امبورتند ان ديور نيد برضو اولسو امبورتند تمام اه ده كان البتده الجدول ويرب يكون وضح وسهل يعني اه لو في حاجه برضو سهل يعني ان شاء الله سهل 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 طيب اه بيولك بقى اه شخص الاجريسف ده والشخص الباسف ده حسوا على دمهم وعايزيه وشبه اخونا كويس يعملوا ايه عندنا كزا ايه عندنا كزا خطوة قال لك والله ان انا بدل ما استخدم يو بدل ما تنين يلومك بدل ما تنين يقولك انت استخدم ايه لا استخدم ايه زي مثلا ايه بيقول لك في واحدة قالي بيقوحد بيقول ايه يو دونت كيب مي انفورمي يعني اه لا ابوستو هي ايه انا انا واحد مديري في الشغل بيقول لي انتي ليه ما قدتيش امينة الاداء ده بشكل بيرفكت اه فانا هروح اقول له من انت اللي مدتنيش معلومات كافية هقول له كده لا اه انا شخص عايزة بقى السيرتف لا هقول له ايه انا ما انا لقيت لقيت صعوبة في ان انا ادي الشغل البتاع ده اللي يا ربي التسك ده بشكل بيرفكت عشان انا ما عنديش معلومات كافية مش انت اللي مدتنيش كده تمام استخدم اي في الجملة وبرضو في السؤال لاني بيقول لك ان لازم انت حول السؤال من الصغة ان انت بتخطبه زي مثلا ايه بيقول لك مسال ام فين المثال انت لأي تو év perceب اليه بالضبط واحدة بتسال جزء انت بتيجار متأخر ليه تمام فا فبدل ما بتقوله انت انت لأي ما دا ما دا ما دا ما ايه واحد في العمل مثلا بيقوله انت ليه دايما متأخر في العمل اي هنستخدم بقى اي بدل يو بدل ما نسأله بالشكل ده نقوله ايه انا كنت متوقع ان انت تجي عن معاد واحدة مثلا تقوله انا كنت متوقع ان انت تجي بدري انا انا لقت عليك كده تمام اظن وطحت ايه تالت حاجة ان ان انا ابقى ايه ابقى حريص جدا على طريقتي ايه ايه طريقتي في الكلام يعني ايه لا ابقى احنا ان نبقى المنكمشين ولا نبقى فردين جناحتنا ولا صوتنا عالي ولا صوت نواطي لا انا ابقى حريصة على بادي لانجوشي ازاي ايه وانا بتكلم ايه ابقى ابقى مصغية يعني مدية كل انتباهي للي قدامي ده ايه اشغالها معي طبعا انتم شوفوا دلوقتي لو انا في المدرج مثلا او الدكتورة لما بتشرح في المدرج اه بتشرح بايدي اا فيش احنا لتمتكن من في الفيشر دهه اه فهو ايه والشاة يتحرك عينها تتحرك ااا فيش حاجات عينها تتحرك في اااااااوشاة يتحرك مثلا اه كده شطورة مش عارق ايه جشر اليها اليميائيات هتقول لها اكسلاند بايديها كده مسلا اا ااا yani تميلاها رايك كده اااااااااااااااااااااااااااااا provided 뜨جم شعور باتم هم ما يسرحوش مني او اديهم اهتمام ان انا اتبادل النظرات كده وانا بشرح مثلا في المدرجة ايه للطلبة او حتى لو انا بكلم حد او بحلم مع مشكلة عشان شخص اصيرتف بقى من ضمن الخصائص اعمل كل الصفات دي وقال لك والله ايه برضو العلاقات مع الناس وكده بتبقى ايه عبارة عن كلمات دي سواء مكتوبة او مقروعة او ان انا بكتب هلم او بكتب هلم ايه بتبقى ثلاثين في المية لكن سبعين في المية من النظر بال اللي احنا لسه قلين عليهم فشال اكستابريشن جيس شارز اللي هي الاماقات اللي هي حركة جسمي وانا يعني مش جسمي اللي هو انا يعني ايه حركتي كده قدامهم شخص اكتف يعني تمام تمام ايه بصغل اللي قدامي بديله انتباهي كله ايه انا ببقى اكتف لسننج بالنسباله ايه انا معاك ما ما تقلق يعني انا انا فهماك اه او معاملله برصي كده اا طيب اا من جواي انا مشбаطعك يعني اتكلم هات اللي عندك ااا وفي الاخر أطمن عليه اقوله ايه الفيت باج يعني مش اقول له الفيت باك يقوله انت عمل ايه يعني ايه شعورك دلوقتي عندك حاجة اخرى عليها عندك اي ايها اعزater اطمين عليك تمام اه قال لك والله برضو من ضمن الحاجات انه ابقى من ضمنها اه لما اعملها يعني اه قال لك والله ان انت تتعلم تقول نو احنا قلنا اللي بيقولنو ده اه اه اللي ما بيقدرش يقولنو الباسف لكن هيقولنو اه عشان وقته اه هو هو خاف على مصلحته وفي نفس الوقت بيقول لك اه من غير ما تندم اه اه وزاوت وزاوت ايه وزاوت اه اه من غير ندم او تقريبا من غير ندم من غير ما تشعر بالندم اللي هو ازاي ما تجيش مسلا في يوم الايام ده انا كان بايد ان انا ساعده اه ده انا ندمي تمام لا ما توصلش نفسك للمرحلة دي تب اعمل ايه والله انا اقول نو بشكل لطيف برضو واقترح عليه اه اه ان انا هحلله المشكلة دي او مراده وقت تاني حلو جدا 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 بيقولك ان هو بان انت لما تقول اه اه قولنو كل بصو خلاصت الكلام ده كله ايه هو هم الكلمتين دول ان انا ان انا هقولنو اه ان انا بيقولك ايه ان انت تقولنو ده بيقلل اه بيقلل من 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 احتياج الناس ليك يعني ده اما بتقولنو في مواقف معينة اه في حين ان انت هتساعدهم وقت تاني مهز خلاص مفضلنا من النقطة دي انت قلتنوه فبتقلل من احتياج الناس ليك وبالتالي بيبقى فيه فرصة ليك انك تدي ذاتك حقها اللي هو ان لنفسك عليك حق هتتساعد علي من اليوم اصلا فانت اديت نفسك وقت قللت من الايفورت اللي كان بيحصل او من الاسترس اللي كان عليك ده طيب انت خلاص خدت خدت معلومات من الشخص اللي قدامك ده ان هو عايز ايه طلب معين فهو ايه انت هتقولنو ايه اه هتقولنو ايه اه هتقولنو زي اللي هو ريبيتنج اتباك يعني هترجعنو زي ما هترجعنو مخزول لا مش مخزول هتشرح له يوريزنج فور يوريزن سوري يوريزن فور دي كلينج اللي هو سبب رفضك ده ايه يعني عشان ما ما يعني ما تحسسوش برضو ان انت قدت قاسي عليه قوي او ان هو ملهوش ايمة لا انا انا بقولك انا مش فاضي انا هتقول له نوب لطفة بس انا هتشرح لك الحتة دي او هحقق لك اللي انت عايزه ده بس وقت تاني اه ههو قالت الحتة دين مش عارفة الجملة دي مكتوبة غلط ولا ايه بس الخلاصة منها ان انا هكترح اه نافعوا اه خير وبركة ما نافعوش بردو ندور لحد اما ايه لحد اما يبقى مصلحتنا الاثنين قد بعض يعني انا مجيش على نفسي ومجيش عليك بردو حتى انت عارف ايه او حتى انا مش هتقدر تشرحوله او حتى تدلو اه اه تتصل بالتليفون حد يساعده كده تمام اهم حاجة ان انت ايه توصل لحل عادل بين كل اثنين اه قالك والله المثال لانه انا عارفت ان ان انت او انتو المثال انا عارفت ان ان انتو او انتو عايزين تقول لنا نقدي سور انا اخذت الى الوقت وبعدين بتوحي ان انا هيبقى عندي يوم طويل طيب انا نفسي مؤهل لده قالك لا انا متعب انا ايه فهو ده التبرير بتاعه ان انا متعب اذا انا انا مش هقضي معاكم الليلة النهاردة بس بشكل لطيفه طيب ربما لا ربما ممكن يكون فيه ليلة تانية نقضيها في الاسبوع ايه رأيكم ايه رأيكم ده مين ده تمام فدولة كانوا شوية الخصائص ان انا اكون شخص اصيرتف اللي هو دائما احاول المنيو ان انا مالوموش لطريق انا كنت متوقع انا انا كنت مش عارفة ايه بيكون شوية ان انا استخدم من البادي لينجوج اكتر من الفيجول اكتر من الفيجول اكتر من الفيربل تمام اتر من الفيجول انا ايه ان اكون باستمع بحرص ادلوا اهتمام والله اتطنع علي بعد ما شوف مشكلته ده اتعلم ان انا اقول انه من غير مندم اهمية اه اهمية ان انا كون شخصا اصيرتفنس قال لك والله ده مفيش اجمل من ان انت تكون اصلا شخص اصلا مثالي انا بشوفه كده شخص مثال يمكنك ان انت يكون ان انت تشوف مرادك في الحياة اكتر واكتر لما تدي نفسك حق يا ربي وفي نفس الوقت انت فنيتك المساعدة وكل حاجة بس انت لما تدي نفسك حق وخلاص انت اه نصفتها زي ما بيقولوا فهي يا رب ارضو هترده لك ان هيكون عندك امل في الحياة وتفاعل ان انت تعمل حاجات تانية حتى النقطة اللي بعدها لا مش اللي بعدها النقطة اللي بعدها اللي تالتة بيقول لك يعني عندك اللي هو ايه شخص مكافح كده وعايز يسأل موران مور في الحياة في الجنر بيسأل بيستفسر ما هو خلاص هو عامل سيستم في دماغه اه شوية لنفسه وشوية لغيره طيب احنا قلنا الاولانية بيتمكنه ان هو ايه يعمل كل احتياجاته بشكل بسيط بشكل بسيط وفي نفس الوقت ايه برضو الاخرين طيب تاني واحدة ان هو مينيمايز مينيمايز ده يعني يقلل 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 الغضب اللي هو كان في فيلم مش عارفة كانت بتقول انا مستائة طيب انا كانت بتقول ايه انا مستائة مستائة يعني غطبانة ملانة مش عارف اخد راحتي فهو لما تكون شخص بتقلل الاحساس ده في علاقاتك مع الناس التانية طيب بتساعدك ان انت قلنا خلاص عندك اه بص بيبقى شخص ان انت خلاص عايز تكتشف اكتشف واكتر في الحياة اه بتدفلك ان انت اه اوتونومي اه بتبقى شخص ايه استقلالي كده بنفسك انت متحكم في نفسك محدش يتحكم فيك عند اه شخص حر بتبقى شخص وصك من نفسك من قررتك اه خاصة انت بتتكلم بشكل دايركت كمان طيب اه اه يا ربي اه بتكتسب اه احترام من الاخرين اه ليه بتكتسب اه احترام ان انت بتكون دايركت في كلامك معاهم وامين على مصلحتهم وشخص شخص شخص منفتح كده اه يا ربي يعني عندك معلومات اه بتتكلم بشكل اه سابت كده اللي هو انا اه انا وعد مني او ان انا خلاص اتفاقني يعني اتفاق اتفاق بكرة اه هعمل هالك لان دلوقتي مش اه اه انا دلوقتي اه معشان الاسيرتف دا شخص كلير واضح هيسي هيقول له السبب برضو انا دلوقتي مش فاضي فهو الناس هتحترموا لكده الناس كده لا اصلا بتحترم الشخص ده طيب اه خاصة ��ه العظيم فيه انا فيه شوية من البشر بيحترموا الناس اللي هي اللي هي بتبقى واخدى مأنا في نفسها دية و بتبقى نفسها حاجة يعني، طعم، فهم بيلقوا والله يحترم والله يسعد بيلقوا احترام اكتر من الناس اللي بتأدي اكتر يعني فيه ناس كثير قوي بتدي اه بتدي يا ربي بتعمل عمل بتعمل عامل خيري كثير قوي وما بيلقوش مابلواش اي احترام يالله ما علينا يقول لك الناس اللي بتتصف بالصفة دي عندها عندها القدرة انها بتقلل بتقلل اي بتقلل اي سراع يعني احنا قلنا بتحل هي بتحل اي مشكلة شخص ايديا شخص مثالي طيب البينيفت برضو تحت بيقول لك هي نفس البينيفت هي بس يعني عملينها بشكل سلم متعبين يا رب يلا قال لك والله ان انا هحس ان انا بشكل افضل ليه بشكل افضل ان انا اقلل من الاسترس بدل ما كنت كل اليوم عملا اقول ماشي 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 لا ده انا خليت وقت النفسي فانا هاجي اخر اليوم مش محبت بقى ان انا ما عملتش حاجة لا ده انا اديت نفسي شوية وساعد ده شوية وساعدت ولدتي شوية مش عارف ايه فكل ده حسسك بقى حالة احسن طيب قللت اني اي ايه قللت اي حاجة بتخليك مش سعيد ام اه بليزانت يعني ايه احنا كنا في الوقت اللي بيقلل ايه قلل الغضب وقلنا الريزين وقللنا الكعابةlaughing او قالوا المسترس اي حاجة بتخليك مش سعيد الشخص الاسير في اللي بيتميز بالطفة دي بيقلل كل ده اه بناءة ان هو يعني بيعمل بلانس بين اللي حاجتين دولات. طيب بيساعد ان انت علاقتك تتحسن مع الناس. آآ بيحسن بتاعتك سواء لنفسك او سواء مع غيرك. مع نفسك بتبقى واثق من نفسك وآآ وحسس ان انت تديت نفسك فعلا آآ يعني المطلوب منك وفي نفس الوقت برضو غيرك استنفع. طيب آآ بتخليك آآ بتخليك في وضع اللي هو كده. اللي هو قيادي. آآ مسؤول. آآ مش احنا كنا قاينين اصلا فوق انها بتبقى آآ صفة المسؤول صفة المسؤولية او المسؤولية بتبقى في في الشخص اللي اللي بيتصف دي. فآآ بيبقى عنده القدرة ان هو بيتكيف على اي تغيير بيحصل في في المجتمع حواليه والبيئة حواليه. بيتمتع بخصيط او بميزة الحرية. آآ اللي هو مفيش سلطة عليه. مفيش تحرق. مفيش تحكم عليه. هو انا انا صاحب القرار. انا صاحب القرار. تمام? ده مين ده الشخص الاسيرتف وكان اهم واحد معنى كده خلاص. كده خلاص المحاضرة خلصت. وآآ ومحاضرة سهلة وان شاء الله تكون سهلة. وآآ ويا رب تكون آآ وضحت كده يعني ان شاء الله. آآ بس كده المحاضرة الجايبة ان شاء الله. هتكمل معكم آآ هتكمل معكم دكتورة روان ان شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله بركاته. اوه مقفلش.